السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمان النفسي الأمان النفسي هو الطمئنينة هو الاستقرار هو أني أنا أعيش في هناء وحتى نفهم الإطمئنان النفسي نروح للإطمئنان الاجتماعي هل بإمكاننا أن نعيش في مجتمع في حروب في نزاعات ولو كان عندنا المال وكانت عندنا كل مستلزمات لحياة موجودة لكن هناك نزاعات داخل المجتمع أكيد لا نستطيع العيش ولا نستطيع التلدد بالمال وما هو موجود لدينا من خيرات الروح للأمن المالي أو المادي عندنا كل شيء في المجتمع موجود لكن المال غير موجود فكيف يمكننا العيش إذن فيه مشكل وهذه الثنين يخلونا نروح نتكلموا الأمان النفسي فغياب كل هذه الأشياء نحن تقدر تخلينا غير مستقرين غير مطمئنين لدينا خوف عكس الثنين الخوف عكس الثنين القلق فإحنا لما نجينا نتكلم على التمعينان هو أولا هذا التمعينان نفسي لنحتاج لا نشعر بالخوف لا نشعر بالقلق حتى نقدر ننتج حتى نقدر نؤدي عبادات حتى نقدر ندرس أو أنني نحضر نفسي لحرب نحتاج إلى الأمن وهذا ما جاء في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن أن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب طبعا ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم هنا كنقر القرآن الكريم هو علاج عقائدي روحي والقلوب هنا نجدها في آيات أو صور أخرى هي مكان العقل قلوب قلوب يعقيلون بها قلوب يعقيلون بها يعني هي مكان للعقل نتكلم عن المخ المخ شيء آخر المخ موجود جزء عصبي في الرأس مكانه معروف نتكلم عن العقل يعني يبصر عن طريق القلب يتذكر عن طريق القلب يعني عمليات الذهنية كل هي الحقل وبالتالي يركز فيها فإحنا لازم نكون مطمئنين فحتى نكون راحة نفسية وسع وهذا اللي نتكلم عنه فيه علم النفس يقول الإبن مع الأب مع الأم في الأسرة عنده اهتمام بولده هو في الواقع يهتم بنفسه موش اهتمام بولده عدم الاهتمام بولدك هو عدم اهتمام بنفسك عدم أنني رعيه بزاف هنا مش نخاف عليه بزاف أني خاف على روحي بزاف هنا في العلم النفس نتكلمها كما في التربية تقول ولدك آه نهتم بولدي بزاف هو يحتاج لا في الواقع ستنهتم بنفسك أكثر من ولدك أنت لما تدخن مثلا هو عدم اهتمام تدخن وتقول أنا والله ندخن صح والدي نقوله ما تدخنش هو عدم الاهتمام بالإبنتاك أنت لما تستعمل تكلم مع ولدك بالعنف ومن بعد تقوله والله العنف مش ملي عليه تتكلم بعنف عدم الاهتمام ولدك كاد يقول بشبيه هذا ما يعطيني شقيمة هو يهتم بروحه بس أنا ما يهتم شبيه أنا كي قلت قلتها غلط هو كي قالها مش غلط هذا يخليه يشعر بنوع من القلق بنوع من الخوف ينبت عنده أو يكون عنده أو يصدر منه عنف مش كون لي ينبت العنف هو أنت هذا العنف هو تعبير على خوف العنف هو تعبير عن الخوف فتلقى مومفاعل ويعيط لأن والفو الأبتاع الخوف عندنا العبالي والأمهات والأولياء وش يدير ما تدير وعلى النقد الدائم هذا النقد يخلي ولده يشعر بالنقص هذا ثقة بالنفس نقص هذا النقص في الأفكار في التصرفات دائما عندنا هذا المبدأ الدفاع النفسي التكويل العكسي أو دائما في التصرفات التصرفات والله بأن قافز لكن من داخل هو العكس هو عنده النقص عنده الضعف عنده عدم الثقة بالنفس وهذا يخلي الإبنتك مش عايش في أمان نتناول المخدرات مش عايش في أمان وهنا نشوف درجة الانتحار ودرجة إدمان المخدرات درجة الهروب من البيت هذه كلها هي تعبيرات وسائل دفاع نفسية لعدم أمن النفسي فإحنا القرآن تطمئن القلوب في الأفعال أنا كي نقرأ الآية ونقرأ القرآن الكريم في أشياء تقول لي دينهم مع ولدك تتعامل مع ولدك تتحاور مع ولدك هذه أنا في العمل نجم يكون المرؤوسين ولا جماعة العمل معي عنا تنسيق ما نشأنا الرئيس ونعمل مع بعض أنا ننسق أنتوما بكون حلقة من سلسلة وأنا ننسق نحيط الخوف نحيط التعب نحيط الحالة تؤدي الاكتئاب وما يسمى بالاحتراق النفسي فهذا هو المطلوب مننا بكل مهما كان مكانت العملتين أو في الظروف العملتين لكي نجعل نسقل في راحة وبالتالي المجتمع يرتاح نفسيا هذه مهمة جدا وعلى هذا معنى يجينا من خيرات التعليم نحنا العكس نحنا يقرأها يقرأها قراءة سريعة كنت تقول لي يا الله قرأت قرأت اليوم 60 حزب والأسبوع الثاني نبدأ في 60 حزب وما تدبرت من 60 حزب قرأت أعطيني مثلا آية وقل لي وشو فهمتها عمليا أعطيها لي عمليا يقول لك والله عمليا يعني يدير هك يدير هك يعطيها لي سلوك لأن هذا القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي قرآن يمشي كان قرآن يمشي هي تصرفات أنا كنقرأ نحس في الحي أن إماطة الآداء عن طريق ونشوف أن الناس كل منظمة في الحي وما يشح ما تعرقلش الناس الآخرين هذه إماطة الآداء تعطيني أمان نحس باللي مريح نرتاح عندي مثلا أن الأبناء تأنا كل وقت لا تروحوا نصلي ووقت اللي عندهم وقت القرط القدم ما نشوفهم مش ملمومين بكل ولدي وقاعدين يتناول في المخضيرات وأنا ندير رحي ما اشتمش هذا هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا ولدي والد جاري منقول لهم ما كش ما ربي وعلى تناول هذا نتكلم معها بالتي أحسن بالتي أحسن فالأشياء البسيطة السهلة ندخل معها في حوار تعرف لبس مليح وأنت الله عليك ما شاء الله عليك بصح يعني كنت يتكلم في هذه الضغة تكحال والجلتاء كيبس وتعود مكش مليح وتعود مكش ها وأنت الله يبارك ما شاء الله عليك التصر والخرج عليك واللبس هذه خرج عليك ولبس والمشطة ونقول له وش مكش مليح نقول له فهذا الإيجابية نعطي نقول هلو راح هو يحس بالراحة معلول أنا قدرت فيه ثقة وعطيته تقدير الذات وعطيته قيمة اجتمعية وهو يرد هالي في الحي بأنني نشعر بالأمان موش أنا نخرج من البيت والجاري هو لي سلقني نخاف نقول راح نسافر نخاف هلا معاوض نقول أنني مسافر ونأمن جاري هلت نقول بالأمان كنا نقول نخاف وهذا الخوف معناه موش أمان نفسي فهذا هو الأمان النفسي اللي ربي عز وجل كان قاله هنا في القرآن طمعنان القلب طمعين ملاه أنت طمعين مع روحك كي تقال القرآن وتدير الخير تفعل الخير تنع المنكر ترشد هذا يخطيك خير ترتاح الشعور بالغيبطة تكون دون زنطة أفوريك هني نقولها باللغة في النصية باش فأمول هذا حاج في حالة ابتهاج هذا مهم وهذا الابتهاج هو خليني طبعين نقدر نسيطر على الشعور تاعي نقدر عندي استقرار نقدر نتحكم في الانفعال التاعي هذا نتفكر في الأفكار السلبية ونقدر نسيطر عليها نعرف حاجاتي النفسية ونستجيب لها هذا هو الاستقرار النفسي كما عندك هذا تقدر نكتشف نقدر نزيد في الانتاج ونحسن في المجتمع تاعي ونقلب ويتصدر في المجتمعات وكل وهذا اللي احنا حتى سيدنا ابراهيم قال الله ما يجعل هذا البلد آمن آمن فهذا البلد يكون آمن على باش نقدر كل مستدزمة الحياة نعيش بها ونعيش في نتلدد بها ونستمتع بها وربي خلقنا في الحياة نستمتع بالحياة دائما بأن نحول هذه الأشياء السلبية إلى أشياء إيجابية الشهوات والحياة نحولها ونعيش هذا هو الآمان النفسي الذي جاء في القرآن الكريم ونسقطوه في وقعنا في علم النفس وهذا يتوافق مع بعضها فكانت هذه لمسة من لمسات النفسية في القرآن الكريم على ما اللقاء بكم في عدد قرآن الكريم